موسيقى الكويت كانت على موعد مع عرس تحول إلى مأتم بل مأساة تتكرر يوما بعد الآخر وإن اختلفت خسائرها هذه المرة فالحريق الذي اندلع في مكان خيمة عرس نسائية هنا بمنطقة العيون في محافظة الجهراء غرب العاصمة أشعل موجة غضب شعبي وأطلق اتهامات للحكومة بالتقصير وغض الطرف طبعا أكيد لابد من وجود اهمال تسبب للكارث هذه والتحقيقات ستكشف هذا إن شاء الله هذه أفجع الحوادث لكن كانت هناك حوادث سابقة وأعتقد أن الملام فيها سواء الجهات الحكومية الجهات الإدارية وأيضا هذه الشركات التي يجب أن توضع تحت المجهر وأن تحاسب الشركات التي تؤجر هذه الخياة محرقة هكذا وصفتها وسائل إعلام كويتية راح ضحيتها أكثر من أربعين سيدة وطفلا فضلا عن إصابة العشرات بحروق تنوعت درجاتها ما بين طفيفة وشديدة وحسب شهود عيان لم توجد عند الحريق في البداية سوى دوريتين للشرطة والإطفاء لا يستطيع من كان فيهما التعامل مع حجم الحدث لكن رجال الأمن يرفضون الاتهام بالتقصير في التعامل مع الحريق ويلقون باللوم في زيادة أعداد القتلى على التدافع الذي وقع عند اندلاع الحريق وعدم وجود ما خارج للنجاة وتعزي بعض المصادر الأمنية سبب الحريق إلى ماس كهربائي أدى لانتقال شرارات نار إلى الخيمة مما أفضى إلى اشتعالها وهناك عراس كثيرة تقوم بالطريقة نفسها التي أقيم بها عرص الجهراء ومع ذلك يرى المواطنون أن الجهات المختصة ومنها الإدارة العامة للإطفاء ووزارة الداخلية وبلدية الكويت لم تبادر بأي اقتراح أو دراسة لتنظيم الأمر لكن يبقى الثمن باهظا في رأي الخبراء الذين يلقون باللائمة على الفساد والتجاوزات سواء من جانب المواطنين الذين يريدون تجاوز القوانين توفيرا للمال والجهد أو المسؤولين الذين يضطرون للإنسياق في نظام المجاملات حتى ولو كانت في أمور تتعلق بصحة وسلامة الأفراد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر